سيد سامو عايز اسمعك لانه اعتقد لك رأيي في هذا اللي طوي ماشي حضرتك حرب غزة ديت حرب بزياد طبيعة خاصة يعني مش حرب بين جيشين ولا بين دولتين ماشي حضرتك دي حرب لها هدف تهيئة اوضاع جديدة في الشركة الاوسط ماشي حضرتك دي حزي الحرب امتى حيوقف وقف اطلاق النار عندما يتم تهيئة الاوضاع لما سوف يحدث في الشركة الاوسط المسرح بيتم اعدادك المسرح بوضبه الكلاسي لشيء جديد هيحصل في هذه المنطقة اللي واضح لنا اول انا قد اكون شايفه يعني اولا العالم العربي يعني بتمامه كده يعني ليس مؤسرا في هذه الحرب ده يعني بحاول يخفف بالاضرار الاجتماعية والانسانية وعلى الشعب الفلسطيني بكل اطرافه الحرب فيها اسرائيل وفيها ايران وفيها امريكا الولايات المتحدة الامريكية مش هتسمح بتوسيع قاعدة الحرب في المنطقة دربت امتى في لما تحركت الطائرات بتاعتها لما حصل ان هم بيحاولوا الايرانيين يفتحوا الجبهة على الاردن قالوا لا الاردن لا الحرب بتبقى موجودة في سوريا والعراق واللبنان واليمن وفي المناطق اللي احنا فتحينها ماذا سوف يحدث من تهيئة الاوضاع انا شايف ان ايران هتطلع من غزة مش هتبقى في ايران في غزة وشايف ان هيبقى في حماس جديدة مش هتضيح حماس بس في حماس جديدة تستطيع التعامل مع اسرائيل وتستطيع ان تكون مثل عرب 48 اللي بيخشوا ببرلمان ماشي عادرتك وده يهيئ لي ان قادة حماس اصبح واضح انهم عايزين يبقوا في هذا المسار في هذا المسار قضية تانية اضيف لك عليها كده ان ان احنا حنرى كجيل كده دولة فلسطينية بس مش زي ما احنا متخيلين هناك دولة فلسطينية لها مقاييس امريكية اسرائيلية عربية تردينها من ناحية الشكل لكن حابقى في دولة فلسطينية في ستيت فلسطيني حيبقى في الرئيس الفلسطيني حيبقى في انتخابات فلسطينية وحيطلع قيادات جديدة في الصف الفلسطيني حتفرس قيادات جديدة وحيبقى في سبيرت جديد في الشارع الفلسطيني مختلف داخل الموجود حتبقى غزة سميلر كده الدفة الغربية مش الدفة الغربية بالزبط حتبقى احسن شوية من الدفة الغربية بالنسبة الاسرائيل ماشي يا حضرتك وحتدخل في هذا الاطار وحنشوف انتخابات وحنشوف تعاون دولي وممكن نشوف اقتصاد فلسطيني متميز ليه؟ لان في حاجة مهمة حتحصل ان القرار في الشرق الاوسط اللي كان بادئ في الاول في اول حرب ديت ما عملته حرب كان هنا ايران عايزة تقول في المنطقة ان القرار هنا ايراني مع نهاية الحرب قرار في الشرق الاوسط حيبقى ايراني حيبقى حيبقى المكون الامريكي فيه اعلى شوية وبالتالي هنا السعودية هتاخد اللي هي كانت عايزها وهو الدولة الفلسطينية وحتدي العلاقات مع اسرائيل ده هتشوفوه في خلال الايام اللي جاية ديت هيبقى موجود والخلاف البريطاني او الاوروبي الامريكي ده مش خلاف ده مقدمة الاوروبيين دايما بيبقوا هما مقدمات الامريكا في الصراعات الكبيرة اللي زي كده الكلام اللي خديته بريطانيا مقدمة في اللعبة دي في الاخر ان انا بقول ان انا هعترف هعترف ماشي انا كنت بتصور ان بلينكين وهو بتحرك من من امريكا في طريقه للشركة الاوسط يعلم اعترافه بالدولة الفلسطينية ويطلع على السعودية ياخد اعتراف اخر بتطبيع في العلاقات السعودية الاسرائيلية ممكن كان ده يحسن فهذا المقدمات انت بتشوف المقدمات الاوروبية في هذا المسرح لكن ان فيه تصور ان هذه الحرب هتوقف من غير ما يحصل تغيرات او تهيئة الاوضاع الجديدة على الجانبين لن توقف هذه الحرب بدون تغيير في هذه الاوضاع الموجودة فيه اوضاع جديدة في الشرق الاوسط اه فيه اوضاع جديدة بس هاتك اللوبي تبص بعنيك كده على من يحمي ايران منها تدخل في هذا الصراع تكتشف تماما ان اللوبي اللي بيشتغل معهم هو بيشتغل على السعيد ده اللوبي اللي هو الايراني اللي موجود برا ده اللي بيمنع دار بايران وبيمنع انغمسها في الشرق الاوسط اللوبي الايراني اللي موجود في امريكا وفي واشنطن في العملية دي كلها ده صانع قرار صانع قرار على الولايات المتحدة الامريكية انها تعمل حدود في صراعها مع ايران في هذا الصراع لكن الترتيبات الجديدة ماشية في هذه المنطقة والتغيرات سوف تحدث وما فيش حاجة واحنا بنبص لهذا الحرب عشان ما رغلتش انها مش حرب هي عدوان اسرائيلي على قطاع غزة هدفه تصفيط القوات المسلحة اللي كانت موجودة اللي هي اللي في حماس واعطاء شكل جديد لحماس في غزة ولن تقف هذا الحرب نهائي بدون هذا الموضوع